مرحبا بكم على صفحة ترسانة يمكنكم أيضا متابعة تسجيلاتنا والمقالات الكاملة على موقع ترسانة دوت نت مرحبا بكم على صفحة ترسانة سوف ترسانة انطرار ترسالة تراكم على ترسالة انطراري ترسى ا sorting out سوف ترسقي في LOOK ل HOA عن تطبيع بعض الدول العربية وتعزيز علاقاتها مع تل أبيب ساد لانطباع لدى الرأي العام العربي أن كل الحكومات العربية باتت تتهافت وتتسابق على الخيانة والتعاون مع دولة الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وظهر إحساس عام عند الشعوب العربية والإسلامية أن كل حكوماتهم أصبحت منحطة بما أننا في زمن المصالح وأنه لم يعد هناك أي محفز عقائدي إلا أن هذه الصورة لا تعكس الواقع الحقيقة أننا سنجد القليل من الدول العربية والإسلامية التي تتقرب من إسرائيل وحتى هذه الدول التي أصبحت اليوم في الصف الإسرائيلي فحكوماتها تتصرف من دون أي مرجعيات شعبية من الملفت أنه في قائمة الدول المطبعة لا يوجد أي حكومة مستندة إلى أسس ديمقراطية ما معناه أن هذه الأنظمة لا تبني سياساتها على توجهات ومطالب شعوبها بل لا على مصالح النخاب الحاكمة أو الاقتصادية القليل فقط من السلطات تتجرأ رسميا أمام شعبها وتعلن استفافها مع الدولة العبرية على الأقل بحجة مواجهة إيران منها البحرين والإمارات والمغرب وهناك أيضا دول لم تدعم إسرائيل فعليا ولكنها أقامت علاقات معها كالسودان وقطر كما يوجد دولتين وقعت اتفاقية سلام مع تل أبيب بعد أن حرابتها لسنوات عديدة هما مصر والأردن في المقابل الدول والشعوب التي تحالفت لتشكل ما بات معروفا بمحور المقاومة هي أيضا قليلة ولكنها تعظمت وأصبحت ذات اليد العلية وهي من تسيطر عسكريا وعقائديا وتملك قدرة المبادرة فبعد أن كان مفهوم المقاومة محصورا بحركات التحرر في فلسطين ولبنان امتد ليشمل اليوم فصائلا جديدة ودولا وازدة ما معناه أنه بعد أن كانت مقاومة المشروع الصهيوني منحسرة في حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين وحزب الله في لبنان أصبحت اليوم شأن يخص الحشد الشعبي في العراق وعنصار الله في اليمن ناهيك عن الفصائل الحليفة الوافدة إلى سوريا كلواء الفاطميون الأفغان أو عصائب أهل الحق العراقية ووحدات قتالية أقل حضورا كنسور الزوبعة التابعين لحزب قومي لبناني وغيرهم الكثير ممن عرفوا معمودية النار في سوريا وهم متعطشون لقتال إسرائيل بدافع عقيدتهم الجهادية الإسلامية أو الفدائية العروبية علاوة على أن كل هذه القوى تتمحور حول دولتين قويتين هما سوريا وإيران وهي تسخر لهذه المقاومات إمكانات رسمية وثقيلة على كل الأصعدة ويوجد أيضا دولا عربية وإسلامية إن لم تكن في محور المقاومة فهي على الأقل في محور الممانعة أي إنها ترفض التطبيع رفضا قاطعا وهي راسخة في هذه الممانعة منذ الأول أبرز هذه الدول هي دولة الجزائر الوفية دولة حكومة وشعبا الجزائر ما ذالت تدعم القضية الفلسطينية في كل مواقفها ولم تتخلى عن علاقاتها مع سوريا ولم تتخذ يوما سياسة معادية ضد المقاومة أو دعم إيران لهذه المقاومات الجزائر واقفة ضد التواغل الصهيوني في أفريقيا وحافظت الجزائر على هذه المواقف بالرغم من الضغوطات والإغراءات السعودية والإماراتية والقطرية لكنها لم تنسى أنها كانت أول ضحية لهذه السياسات الهدامة الصهيو داعشية في التسعينيات من القرن الماضي العرب لم ينسوا وإسرائيل لم تنسى كيف تصدت طائرات الميج 25 الجزائرية وردعت غارة جوية إسرائيلية كانت تستهدف مؤتمر لمنظمة التحرير الفلسطينية في عهد ياسر عرفات في عام 1988 أو مشاركتها الفعلية في الحروب العربية الإسرائيلية في الماضي لا شك إن مواقف الجزائر من قضايا المركزية للأمة العربية هي ما وضعها في خانة الاستهداف الدائم من الغرب وخاصة فرنسا إلى جانب الأطماع في ثرواتها الآن وبعيدا عن تحليلاتي الخاصة لنرى كيف يرى حزب الله اللبناني الجزائر ودورها وهو يعتبر رأس الحربة في محور المقاومة من خلال المقابلة التلفزيونية التي أجرتها قناة العالم مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تم سؤالة سيد حسن عن تقييمه لمواقف الجزائر فيما يخص الملفات الآتية هذا موقف طبعا مشكور جدا وهذا هو المتوقع من دولة الجزائر اللي عم تحاول لها ترجع تحضره بشكل جيد بالموضوع الفلسطيني عنوان القمة التي اختارها وبالتالي عم تحرج باية الدول العربية يعني عنوان القمة بدأ تعطيه لفلسطين جهد اللي عم تبزله للتجمع عاود الفصائل الفلسطينية والوفود اللي راحت على الجزائر وبدأت لقاءات من هذا النوع يعني نحن نشهد عودة ما اللي إن شاء الله بتكون واسعة وكبيرة لدولة مهمة ومؤثرة في العالم العربي اسم الجزائر على الملف الفلسطيني وعن مواقف الجزائر من اتحاق إسرائيل بالاتحاد الإفريقي مؤثة بموضوع الاتحاد الأفريقي موف عظيم ويبنى عليه وعن مواقف الجزائر من عودة سوريا للجامعة العربية طبعا الجهد اللي عم تبزله الجزائر حتى في موضوع سوريا وإعادة ترتيب العلاقات وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية كمان موف مهم وكبير وعن أفق التطبيع العربي مع إسرائيل هذا يعني أنه بعد فيه كتير خيار أما في الشعوب أنا شخصيا بحب أن أقول لك هذا التطبيع تبع إسرائيل هذا ما بيمشي يعني الدليل مصر والأردن هذا تطبيع بيصير بالإزاعات والتلفزيونات والفضائيات والجيوش الإلكترونية أما عند الناس الحيئيين العاديين الشعوب الحقيقية على امتداد العالم العربي والإسلامي هذا وهم وخيال وما بيحصلوا منه شيء أنا قلت نتيجته الوحيدة هو محاولة بعث اليأس عند شعب فلسطيني الذي لن يأس إن شاء الله إذا عجبكم الموضوع فإدعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك أو زر الجرس ليتم إخباركم بكل نشر جديد يمكنكم المساهمة بتعليقاتكم وبأرسال الفيديو إلى معارفكم المهتمين ترجمة نانسي قنقر